اشتركوا في القناة في سنة اكتر من 17 مليار دولار في سنة واحدة يعني هو كان 36 أو 37 صح مظبوط؟ كان 36 35 ونص 35 ونص مليار دولار السنة اللي فاتت زي الوقت ده بالضبط تراجع 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 لحد ما النهاردة سجل 15.7 من 10 مليار دولار يعني اكتر من النص النهاردة معينا دفنا الاستاذ سمير المسير مدير ادارة المخاطر باحد البنوك وصحب المبادرة صباحا خير صباحا نور يا فان اوانا بمنتهى البساطة يعني ايه الاحتياطي النقضي للدولار وايه اهميته في الاقتصاد؟ هو الاحتياطي النقدي دوت بيعتبر هو العمود الفقري اللي الدولة بتستلد لقوة اقتصادها على هذا الاحتياطي الاحتياطي النقدي دوت بيدعم الفرق ما بين الصدرات والواردات طبعا حقيقة الصدرات والواردات بتبقى بالعملة الأجنبية فده لازم يكون فيه رصيد موجود لان انا في لحظة ما لو عايز انا جيب قمح للشعب عايز اجيب قمح للبلد ومعنديش لا هو ده اللي بيدبر فهو بيدعم الفرق ما بين الصدرات والواردات ودي مسألة مهمة جدا في الاقتصاد بتاع اي دولة هاي هو كان مسجل سكام 37 مليار؟ هو كان مسجل في يناير اللي فات في سنة 2011 تقريبا ما يقارب من 36 مليار النهاردة الجرائد اعلنت ان احنا وصلنا الى 15 و7 من 10 مليار دولار هاي السؤال بقتين هو كان على مدى السنين كان بيعلى ولا كان مستقر ولا كان بيقل قبل هو كان على مدى السنين كان بيعلى ما كانش بيقل يعني لو رجعنا لو رجعنا احنا طبعا مش ما عنديش ارقام بالظافة لكن لو رجعنا حضرتك للأحداث الاقتصادية زمان هللاقي ان هو كان بيعلى هو المسألة طبعا المسألة مش يعني مش هتبقى هي دي المهم ولكن المهم ان احنا بنتكلم في هذه اللحظة ماذا نفعل يبقى اذا في هذه اللحظة الفريقة ماذا نفعل انا كمواطن دلوقتي انا بسمع زي انا بسمع الميزانية زي اموازنة والضرائب انا بسمع بس في الاخر انا بنزل اشتري الحاجات بلاقيها غالية برضو وما باخدش براتبات برضو وست الشغن برضو انا عمل ايه انا ميلي طيب هو انا المبادرة دي انا طرحتها على صفحة على الفيسبوك بعنوان المبادرة الشعبية لدعم الاحتياطي انا بتكلم عن المبادرة الشعبية لدعم الاحتياطي انا مش عايز اخد فلوس من حد مش عايز حد تحت ضغط معين ما يملوكش انتعرف كلنا دلوقتي بقى ايه المسألة فيه محدودية للدخل فانا هنا لجأت لتعدد موارد والموارد هنا ما تنساش نامش بالجني المصري الموارد هنا بالدولار الامريكي فانا لازم افكر في ايه الموارد اللي انا ممكن ادعم بها الاحتياطي اولا يا الفكرة بتتضمن القاتي فتح حساب بالدولار الامريكي في كل البنوك المصري باسم حساب دعم الاحتياطي النقدي هذا الحساب حساب شعبي تحت ادارة شعبية طبعا ادارة شعبية يعني مش كل افراد الشعب ولكن مجموعة منطقة من الشعب بيرضاها المواطن المصري دايما بيبقى فيه بعض الافراد كده ييجي يقولك اه دوت اوكي يعني اذا اذا بعيد هي بعيد عن الرقابة الحكومية مبادرة شعبية ايه الموارد بتاع هذا الحساب حضرتك لو انت بصيت كده هتلاقي قولت انا عندي تقريبا عشر دولار شايلهم محتفظ بيهم يبقى دي حتى دي انا بسميها البركة الشعبية لهذه المبادرة ان انا كل مصر بادعو كل مصر بيملك دولار او اكثر بيملك حساب الدولار معطل فيه 30 دولار 40 دولار بيدعم هذا الحساب ويحطه في الحساب ده دي البداية او الموارد ده طبعا الموارد دوت مش هو الاساس في هذا الحساب ولكن ده الموارد زي ما بقوله حيات برضه تاني دي كأنها البركة الشعبية حضرتك المصدر التاني هم المصرين بالخارج المصرين بالخارج انا براهن عليهم ودول بيقدر عددهم من 4-7 مليون تقريبا طبعا احنا ما عندناش احصائيات دقيقة المصرين بالخارج من الممكن ان يدعموا الاحتياط النقلي لهذا البلد اذا رأوا ان المسألة دي مسألة تحت رقابة معينة وتحت مجموعة عمل معينة برضه بيرتضيها المصري فهنا المصرين بالخارج تالت حاجة المصدرين المصدرين انا بدعو كل مصدر قطع خاص او قطع عين بيجيلوا حصيل الصدرات بالعملة الاجنبية يدعم هذا الاحتياط من ارباحه من حصيلة الصدرات العامة يعني لو جايلي حصيل الصدرات عشر تلاف دولار ما ادفع عنها مية دولار كمان مورد رابع البنوك ما بادفع جمارك وبادفع ضرائب ما نقول الحياة انا الشخص المعني كل الناس عليهم عراسي لو انت جدت على المصدرين او ايا كان يعني اللي هما الرجال للاعمال اللي هما زي بتتقول حياخدوا من المصدر اللي جاي لهم دوت ويددوا ما هو الراجل ده بيدفع جمارك قد كده جمارك وضرائب واحنا كلنا عارفين ومتفقين حانا مشاكل كتير جدا في اين تذهب هذه الاموال تمام فنفسيا الراجل اللي هو اصلا فلوسه بقت محدودة مش هينزل يروح بقى يتبعها كمان انا ما بقول مصدر يعني راجل بيدخل عهم لاجنبية المصر انا ما بلزموش انا ما بزرش قانون حتى انا متعبت هذه ما لسي عشي حطت تتسوق حضرتك انا لو كملت وجهة نظري هتباني المسألة دي حاجة المصريين بالخارج الفلوس اللي بيحاولوها الاهاليهم يدعموا هذا الحساب تالت حاجة المصدرين حصيلة الصدرات يدعموها بجزء من هذا الحساب رابح حاجة حضرتك احنا ممكن نصدر عملة تسكارية يتم تسوقها في الخارج لدعم هذا الحساب حاجة كل سائح ودي برضو مورد مهمة كل سائح داخل مصر يزون مصر لو دفع عشرة دولار او عشرين دولار لهذا الحساب المسألة ما تمثلش عنده اي حاجة تخيل حاجة مبدأ عشر حاجة انت الكتير الليل في الكتير بيجمعلك يدعم هذا الحساب في حاجة مهمة الحساب دوت لازم يكون معلن عنه في كل وسائل الاعلام بمعنى انا بفتح الجرنان بفتح التلفزيون وبص وصل رصيد الاحتياطي النقد الدعم الشعبي لهذا الاحتياطي كذا في حتة مهمة او احنا دلوقتي بنعمل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عشان نقترض اربع مليار هل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اسهل ولا المفاوضات مع المصريين بالخارج طبعا اذا كان عمل ده هيكون من اجل مصر هيك لو انا عندي اربع مليون مصري في الخارج تقريب يعني تخيل لو الاربع مليون دفع كل واحد منهم لمصر انا بقول لمصر ودول على استعداد انهم ما يدفعوا الف دولار يبقى الحصيلة كامل الحصيلة اربع مليار دولار اللي هو اللي انا بتفاوض بفوائد هدفعها من نصيب من الدخل زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني الاربع مليار مش هستدوم اللي سندون الدولة اربع مليار لا تخيل لو في احتياط الشعبي هو فكرة تخيلة تخيلية واي فكرة واي فكرة بدأت او اي اي حاجة نكحة بدأت بفكرة تخيل لو الاربع مليون مصري كل واحد يمدفع الف دولار تخيل في لحظة هلم اربع مليار دولار هذا الاحتياطي يتكون انا بقول هذه المبادرة لابد من تكوين مجموعة عمل لها هذه المجموعة تضع هذا الاحتياطي تحت التشهيل تحت الاستثمار ومش مبلغ محطوط ودور اجهزة الاعلام ان هي تدعم الاعلان والشفافية انا بقول الاحتياطي ده وصل قد ايه كل يوم في وسائل الاعلام دي طبعا هتخلي الواحد كل ما بص على الرصيد لأنا محتاجة زوده هنبحث عن موارد ايه اكتر ما تنساش ان حضرتك دي هتتعمل كمان عملية من الانتماء انا دلوقتي عمري ما فتحت جران وشفت المبادرة الخاصة بفلان رصيدة بقى كامل نهاردة استخدامتها بقى ايه مجموعة العمل اللي بتديرها ايه انا معرفش حاجة وبالتالي انا مش هطلع فلوس وايه احطها فيه بقى نقطة مهمة جدا وهي دي اهم حاجة حاجة احنا دايما بنقول الفرق عندنا بالرقام الصادرات والواردات الصادرات عندنا اقل من الواردات فمن هنا عمالين نخسر فانا هنا بطالب البرلمان المصري اصدار تشريع عاجل لترشيد عملية الاستيراد حضرتك فيه منتجات كتير جدا تقدر ان انت تستغنع عنها حضرتك المنتجات دي انت استوردها ازاي انت بتدبر عملة اجنبية استيراد هذه المنتجات لا انا مش عايزة خالص المنتج المصري اشجعه عايزين شعار هنفتح بلدنا على منتجاتنا هتقول لي جودة المنتج جودة المنتج هنا هتعالج بكثرة الشراء لما انا بروح اشتري المنتج مرة واثنين وتلاتة المنتج هيجود ايه المنتج لانه من مصلحته انه ما دلوقتي مش لاقس بوه من دلوقتي اصحاب مش لاقس بونا عشان خطر المنتج ما عندوش جودة هو مش لاقس بوه لانه اخرى معروفة جدا نمر واحد ان هو النهاردة عشان اصلا يبتدي يعمل المنتج بيعاني تكاليف ان هو يعمل ويفتح وبعد كده الدرائب وبعد كده التسجيل وبعد كده يجيب الخمات وبعد كده ده حاجة والبيروقراطية اللي ممكن تعقد اي حد في الدنيا حاجة تاية ودي الاهم ان انت عندك اغراق مش بس رسوق المصري دي مشكلة عالمية اغراق للأسواق بمنتجات صيني مبدئيا كده تكلفتها الراجل بس عشان خطر يعمل المصنع دوت لما يجيب المنتج بكونتينرز ويستوردها من خارج وحيجيبها ممكن تكون حتى مش هازم توقع بدرجة وحشة ممكن يبقى اعلى درجة فاللي هو يستورده من خارج ده مش هيكلفه ربع اللي هيكلفه من وقت ومجهود وتعب وفلوس عشان يفتح يعمل البزنس ده في مصر انا تعليقي على النقطة دي حضرتك احنا بننسى دايما ان احنا في صورة معنى صورة يعني معنى صورة سياسية صورة اقتصادية صورة في السلوكيات الصورة تعني العمل الثوري العمل الثوري ده ينصرف على الاقتصاد ما انا مش هسيب الامور واشهدها واقول انا بيحصل فيها كذا وكذا وكذا لا انا الاول ان انا اقول انا عايز اغير كذا وكذا وكذا حيث الارقاء انت رجل يعني يعني مالي وراجل بنكير بنكير وتمع في الفلوس تمام واحد زائد واحد يسوي كم اتنين ربنا عن فوق العقل دلوقتي ما انا ممكن اقول كلام ده كله بس راجل ده عايز يعيش وعنده عيال وعايز يشتغل تمام المخاطرة والروح الثورية جميلة جدا بس تتكلم بقى على ارض الواقع حتظر ان احنا فيها دات هيقولك لا انا ليه انا ارمي في حاجة بعيد وانا عندي دلوقتي اللي اقدر اجيبه دلوقتي احنا بنتكلم عن برلمان غالبية اعضاء البرلمان او معظم اعضاء البرلمان او كلهم تقريبا كانوا دايما بيقولوا ايه قبل كده كانوا بيقولوا احنا مش قادرين نعمل حاجة احنا نفسينا نعمل ونعمل ونعمل ده هما دلوقتي الادات تشريعية سهل جدا ان انا اصدق تشريع بمنع الاسترات ترشيد الاسترات في حاجة كمان مهمة وده اللي بحاول اقوله لك احبتنا على الاسترات اديني اختيار ما انا بقول لحضرتك انا دلوقتي في قصة سيدنا يوسف مع مصر ودي كانت خاصة بمشكلة اقتصادية بمصر فيه سبع سنوات منعجاف وسبع سنوات منسيمان حضرتك الروح الثورية حاجة تأكد تماما ان السلوكيات المصري لو شايف فيه رؤية لبكرة لو شايف بكرة افضل هيستحمل النهاردة وانا بقولوش هيستحمل لان المنتج المصري مش منتج فاشل بكل لا ولكن هو منتج مقبول حضرتك فيه مسألة تجارية مهمة جدا او قاعدة مهمة جدا كسرت شراء المنتج هيروج المنتج هيحسن المنتج حضرتك انا بشتري المنتج المصري مش معناها ان انا المنتج المصري بانا بشتري بدفع الوطنية لا ده انا هستفيد منه حالا بس اتفلت قفلت الاستراب برضو خليها برضو اخدها من منطق حصل ده قبل كده في التباديلات ايام كتب تجربة القطاع العام خلاص وكان ومش بس القطاع العام حتى يمكن كمان قبلها لما قد بنيا تقفلت خالص وما كانش في اي حاجة بتستورد من الخارج وكان المصري ما عندوش اختيار غير المنتج المصري حصل ايه بقى ساعتها لما ان ما كانش فيه غيره ما كانش فيه حالا كتبع عليه ده كان فيه بقى ان كان القطاع العام وكان كل حاجة تبع كل حاجة كان في الاخر بتبعلك اي حاجة او ممكن تكون رخيصة بس جودتها مش موجودة ومفيش منافسة بس انا ما هنا بتكلم نوع اخر من الاتفكار على فكرة ما بقولش مان انا بقول ترشيد ترشيد احنا قوحنا دايما نفتح الباب بتقع الاستراد الخاصه من مستلزمات الانتاج بالمكان هو انا مهم ان انا استورد منتج طيب استورد المكانة اللي بتعمل المنتج نقав فكرة الاستراد ما بقيتش مسألة ا ا او التكنولوجيا ما بقيتش مسألة مغلقة لا مسألة مفتوحة وممكن اشتري المكانة اللي بتعمل هي مسألة ايه مسألة سهولة العملية ماذا هي ادي وده المتكلم فيه موضوع التاشرائيقة ما هو انا ممكن انا حتاها المي فين الماكينة دي في البيت مانعنز بحطاها يا في مصنع يا في مكان عشان نشي المصنع مش هزي ما اجيب ارض عشان اجيب الارض مش هزي تدي هلي بسعر معقول لا ده حضرتك فيه مصانع موجودة ومقفولة من قبل الثورة المسألة مسألة حلول بيروقراطية البيروقراطية اللي احنا كلنا بنعاني منها احنا ما تنساش ان احنا قدام برلمان ثورة كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها دي تحل تحل بتشريعات يميلة جدا ومثالية جدا هتعمل ايه النهاردة علشان افعلها على ارض الواقع هو طبعا احنا انا دلوقتي بصدد تشكيل مجموعة عمل لهذه المبادرة المبادرة اولا هنمر الاول بمرحلة اقناع الناس كمان مرحلة استقبال الافكار الجديدة لهذا النعم اللي ممكن انا ممكن يكون مورد من موارد العملة الاجنبية تاه عني فهنستقبل اي اختراحات على صفحة الفيسبوك خاصة بدعم هذه المبادرة اسمها ايه الصفحة؟ الصفحة اسمها المبادرة الشعبية الدعم الاحتياطي هي facebook.com slash e l m o b a d r a المبادرة المبادرة e l m o b a d a r a المبادرة ممكن اكتبع على الشاشة بعد اذنك فهنستقبل كل الافكار هنكون مجموعة عمل هنشوف رجل الشارع بيقبل من من الاقتصاديين اللي ممكن هم يدعموا هذين المبادرة هندور على موارد كتير جدا مهم قوي الاعلام 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 بيوجه اي حاجة بيوجه الناس دايما لأي حاجة مهم جدا ان احنا نعلن احنا عملنا كام وهنستثمره ازاي وعايزين نستثمره في مشروعات تصدرية تعود على المواطن البسيط انا مش عايز المواطن يقول احنا عندنا احتياطي بـ 100 مليار بـ 50 مليار لا انا عايز المواطن يقول انا استفدت ايه من الاحتلاط فهي دي تقريبا فكرة المواطن هاي حالتك لوحدك في القصة ديت ولا مثلا معاك كونت مجموعة ولا عمل لا هو مبدئيا فيه معايا اتنين من الناس اللي شغالة في مجال البنوك وببتدي ان انا دلوقتي زي ما قلت حيك ان انا دي ابتدي اشكل مجموعة كان عمل ديت واستقبال كافة المقترحات الخاصة بيها وتفعيلها ان شاء الله لان انا بقول لها حيك اي عمل بيبتدي بفكرة نقشت بتعمل في احد البلوك المهمة في مصر يعني نقشت الفكرة دي مع زملائك اكيد طبعا نقشتها وهم اجابوا بيها لان هي المشكلة الكبيرة ان ازاي ادعم حساب الدولار وفيه نضرة من الدولار حيك انا بورد ولازلت براهن على المصريين بالقال لو انا عندي اربع مليون مواطن مصري في الف دولار لكل مواطن انا بجمع اربع مليار دولار اللي انا لازلت بتفاوض مع صندوق النق الدولي على اقتراض هذا المبلغ اقتراض يعني اقتراض محمل بفايدة واحنا تصنفنا الاقتماني اختلف يعني سعر الفايدة بتاعتنا هيبقى عالي فالمسألة هنا مسألة من هو القادر يعني حيك لو انت انا محتفز بعشر دولار بقى لهم ثلاث سنين بيعملوا اي عنه اروح حطهم في الحساب احنا بلد مجموعة خمسة وتمانين مليون خمسة وتمانين مليون فاعل وليس مفعولهم به تختلف في كل المسألة الاقتصادية بتاعتنا كمان المسألة بتاعت السياح السياحة المصرية انا لما كنت سايح داخل مصر وبيدفع عشر دولار خمسين دولار رسم مع تأشرة الدخول هذا ده بيعمل لك مبلغ كبير جدا في حساب دعم الاحتياط اللي احنا ممكن نعمله وفي نفس الوقت بيقول لك بيسجلك معدلات السياحة في مصر قد ايه طيب عند سؤال في الوقت حقيقة زي ما انت قلت احنا كنا بكلم قبل الهواء طبعا احنا كنا عايشين قبل السنة اللي فاتت والسنة اللي فاتت اه ماشي ممكن يكون فيها حصل توقف لفترة عشان خطر كان فيها عدم استقرار في البرد ولا زال لكن في الاخر هل طبيعي ان في سنة يقل الاحتياطي لأكتر من خمسين في المية ده مش منطقية شوية هو السبب ان كثرت المطالب الشعبية وكثرت المطالب ودي حق طبعا المشروع لكل مواطن احنا كنا في سنة كانت المطالب فيها كتير قوي عايزين وعايزين 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 فده ادى الى زيادة المصرفات وزيادة الوردات لكن احنا دايما عايزين المسؤولين ينتبهوا دايما مش معقول هنفضل نستورد اكتر من نصدر دي حاجة الحاجة التانية المهمة قوي احنا هنا موجودين في بلد فيها 85 مليون مصري يعني تخيل انت بتعمل مرشوع تجاري ل85 مليون سوق حجمه 85 مليون فهيكون توقعاتك ايه اكيد هكون توقعاتك الارباح فاحنا دلوقت على فكرة الموارد البشرية وعدد السكان الكبير هو عدد فعال جدا في المساء الاقتصادية وذلك لما تركيا جاي رئيس وزراء تركيا زار مصر وبصص لمصر على انها ايه بصص لمصر على انها سوق تجاري كبير لتركيا فليه ما تبقاش مصري سوق تجاري كبير لمصر دل من المستهلكين المبادرة تاني هي مبادرة اعتقد ان هي ايجابية جدا اعتقد ان هي برضو مفروض انها تلاقي كل الدعم حرارتك احنا يعني معاك لو محتاج اي دعم ونتمنى ان انت توصل لحاجة وانا بقى اشكر انها تتبنى مثل هذه المبادرة يعني هو مش ساعة تبني ان خلاص احنا لليلاتي ما فيش حد يتبنى حد كل دلوقتي يعني كله يعني مفتوح بس اهم حاجة ان هي فكرة ان يبقى فيه يعني الشغل على فكرة انا النهاردة صعب جدا ان انا اقترع ان انا اطلع بلين من جيبي ايه ده لو انا عارف هو بالزبط ده معنى ودقى وحيروح فين ودقى وما يفعش تقولي الاقل الاستعارات لما تديني الاول اخترارات تانية عشان زي وقلت هالي كله بالورقة اكيد انا عشان كده لجأت ان انا ماخدش الحساب دوات لا يدعم من اي حد محدود الدك او من مجموع الشعب ده بيدعم من المصدرين بيدعم من السياحة بيدعم من المصرين بالخارج بيدعم من المصرين اللي بميكو الدولار يمكن انا بوجه دعوة عن طريق البرنامج لعل لو عاسه يكون حد من رجال الاعمال سميعنا دلوقتي بوجه دعوة انا ممكن انا احساسي دلوقتي انا لو راجو الاعمال وعند ثروة انا مستعد اتنازل عن نصف هذه الثروة لمصر وروح اعطها في البنك المركزي او فعطها اي حساب دعم الاعتياطي ما هي المسألة لما تكون الوطن هو اللي بيفضي روحه عشان الوطن هو فيه اكتر من الروح فاعتقد المال سلعة رخيصة جدا يمكن يكون رجل اعمال سميعنا ولا حاجة يتنازل عن نصف ثروته وخاصة اذا كان فيها موارد اجنبية يتنازل لصالح البلد ما اعتقدش انه هو هيعاني يعني ان هو هيعيش في ضائفة عيش مش هيعاني ولا حاجة لو تنازلت عن نصف ثروته ما بقول لحاجة فيه ناس ضحة بروحها عشان الوطن هيبقى فيه مشكلة ان انا ضحة بمالي عشان الوطن لا طبع ما اعتقدش انا بتكلم عن القادر طبعا لا 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 صح طبعا وبعدين ما هيدي الفكرة حلو بنتكلم هي عنية نسبة وتناسب وفي الاخر زي ما احنا قلنا تاني ما هو انت الدفع بتاعك ايه لو الدافع مزبوط يبقى كل حاجة يبقى مزبوط وياريد تشتغلوا على الحتة دي كل البرامج الاعلامية يا جماعة اللي قادر يتبرع بنصف ثروته وروح يتبرع بيالمصر مش هزا من نصف ياريد تشتغلوا على دي عشرة في البيت ما بقول لحاجة فيه ناس بحيت بحياتها ودي اقوى يعني الاستاذ سبيل المسير مدير ادارة المخاطر باحد الملوك وصاحب المبادرة الشعبية لدعم الاحتياط المجزي بالدولار من شوك شوفرا جزيلا ومتمنى ان شاء الله ربنا يوفقك في هذه المبادرة واحنا معاك اكيد شكرا طيب يا رب ربنا يعني يكون مع استاذ سمير ويكون فعلا قادر ان هو يوصل اللي هو عايز يوصل له دوت والله احنا معاه فيهدينا هرواح لفاص وانرجع تاقي